والله يا وعدم تأهل المنتخب الوطني ومؤسف يعني أعتقد بأنه مأساة تاريخية ستسجل في تاريخ الجزائر أنا إلى غاية اليوم لم أؤمن بأن المنتخب الوطني لم يتأهل وإحباط كبير في الوسط الرياضي خاصة الطريقة التي تم بها الإقصار يعني مثلما تأهلنا بضربة حض في 2014 عندما رد قائم الزماموش ضربة سوداني خسرنا تقريبا بنفس الطريقة للتأهل إلى مونديال قطر كل مقابلة مر إلا ويكون اسم الجزائر حاضرا سواء من المعلقين العرب أو من مختلف المناصرين في العالم وهذا الدلالة على وزن الجزائر الكبير في المنفسات الرياضية الله يعني خسارة خاصة وأن المونديال كان في قطر في أرض عربية ولدينا جالية كبيرة جدا كل يعني مقومات النجاح للدهب بعيدا أعتقد بأنها كانت متوفرة لولا العديد من الأسباب فكل الآراء محترمة هناك من يحمل المدرب الوطني هناك من يحمل اللاعبين على كل كل مسؤول تقريبا من المدرب إلى اللاعبين عن هذا بعد أن تحول المنتخب غائب أوساني وهو غائب وهذه الواقعية لكن حتى لا نقع في هذه الأخطاء مستقبلا ضرورة تقييم هذا الوضع جيدا ومن هذا المنبر ندعو إلى كل شخص مرتبط بالفريق الوطني إذا كان في قرارات ضميره يشعر بأنه لا يستطيع أن يقدم شيء إلى المنتخب عليه أن ينسحب ولا نضيع الوقت وبالتالي كانت لدينا تجارب مع أنطر يحيا مع كريم أطمور انسحبوا من تلقاء أنفسهم حتى يمنحوا الفرصة للكثير من الطاقات على كل الجزائر خلينا بتحقق حتى المنتخب تبقى مأساة كما قلت يعني خلينا في الوجه السياحي خلينا في الوجه السياحي لأن المأساة لا نريد أن نعود إليها صفحة وطنية لا واحدة حليل الزيتش المدرب السابق قال للمدربين الذين سيأتون إلى المنتخب الوطني قال عليكم ان تضعوا في أنفسكم بأن خسارة لقاء ودي لمنتخب الوطني الجزائري هو يعتبر ومصنف في حالة المأساة الوطنية فما بالك بإقصاء ربما الأخطر من الإقصاء هو التأثر والتأثير الذي لازال انعكاسه على المنتخب بحد اللحظة والضاعية مرارة كبيرة أنا كل مقابلة نشاهدها إلا ونشوف المنتخب الوطني يلعب وما المنشورات في فيسبوك والانتقادات ما زالت مستمرة وكأن المنتخب في قاطر